مع اقتراب انتهاء مراسيم زيارة الاربعين تستنفر الملاكات الخدمية طاقاتها في اطلاق حملة لتنظيف الشوارع حملة لاقت صعوبة في دخول عجلاتها الى داخل الشوارع الرئيسة والسبب يعود الى خطة عمليات بغداد في تأمين الطريق للزائرين واجهنا صعوبة ليس بعدد العمال او الاليات واجهنا صعوبة وانما كيف تدخل الالية لان تعرف كانت امر قيادة عمليات بغداد انه ممنوع اي االية الطب ممنوع اي االية الطب على طريق الزوار بس الحمد لله والشكر قدرنا بالتعاون والتنسيق مع القوات الامنية نذلل هاي المشكلة ولم تقتصر حملة تنظيف شوارع العاصمة بغداد على الدوائر الخدمية بل تعدت الى حملات اخرى لمنظمات مدنية ساهمت في تنظيف اماكن وساحات اخرى بالاضافة الى ارتدائها ملابس تدل على اللحمة بين ابناء الشعب الواحد اليوم هدف الحمده هاي اولا اشاعة روح الوطنية واللحمة بين الشعب العراقي بكل الطواف كما تعلم ان هذه التشاركات اللابسيها تمثل السني والشيعي والصابي واليزيدي وكل الطواف العراقي خرجنا اليوم لنشوف السياسيين اللي طبعا اجوا ابدا يعني ما سووا فد لحمة بين الشعب العراقي فهي هم توعية للزائر الكريم اللي يمشي طريقة بالاحرار المفروض هي يعني من يمشي الشي اللي بلقاع ان شاء الله الشي لو يخليه بسلة المهملات فنريد احنا نوصل للرسالة للعالم يعني بغداد عاصمتنا الحبيبة نظيفة والعراق طبعا وتأتي هذه الحملات وغيرها من اجل بث روح التعاون والالفة بين المواطنين اضافة الى ايصال رسالة مفادها ان العراق لجميع العراقيين بكافة قومياتهم وطوائفهم لقناة المدى ضياحاتهم بغداد